من هو اللي جاب الانقلب على المؤتمر الوطني ومن اللي هجم في الساعة الثانية في الليل علشان ياخد صورة لاربع الفجر في مكتب الأستاذ نوري بوساهمين ومن اللي هجم على الخليفة الغويل اللي الراجل اللي ورطناه في حكومة الإنقاد نعم وأخرجوه الساعة الثانية في الليل وهو مصاب الثلاثة وعشرين والأربعة عشر ونص من هو زعمك هذا غير هيك الواحد يمطلس ويبدأ يقول في كلام غير مسؤول وبعدين من هو الإدار هذا كله وبعدين الصخيرات لما توت عيتم الصخيرات شن جابت الصخيرات جابت السراج وجابت معاه القطراني وما أدراك ما القطراني وجابت فتح المجبر اللي استلمت ترتيبات المالية لمدة ثلاث سنوات إذا ما عندك شعلمة ونعطوا فيك فيه علم من من اللي شد المخابرات في عهد الصخيرات يا جماعة اللي يوم عرب عرب عهرب لأنك تكتشف أنه هو على رأس المؤامرة والهجوم على طرابلس جاب المؤتمر الوطني ولا جابه الصخيرات اللي رئيس المجلس مجلس الدولة كان الدكتور عبد الرحمن طرابلس والله أنا قبل ما كنت نبي نذكر الأسماء من هو رئيس الأركان زعمك من هو وزير الخارجية سيالة اللي قال في الجزائر رانا ما ننسوش رأوا هذا تاريخ خمس نحن تاريخ أجدادنا لعمر سبعين وثمانين وثمانين سنة ما ننسي ناشي تبونا ننسو تاريخ خمس من هو اللي جاب سيالة وزير خارجية وطلع في الجزائر وقال لين عم خليفة حفتر رئيس الجيش الليبي ومن اللي هنى حفتر بثورة الكرامة بيعيد ثورة الكرامة للسراج ومن ومن قداش من عدده هل هادي كلها بتحطها في رأس نوري بوساهمينو واللي معاهو اللي لأول مرة في حياتهم يدينوا يسلفوا علشان ورفضوا انه يكونوا اعضاء في مجلس الدولة ب16 الف احترموا الناس احترموا نضال الناس وبلاش تقطيف وبلاش ما تعرفش قولوا عارفوني حاضرنا عارفوك لكن غير منطلص لقاة ارجع للقاة عقيلة وشوفها شنقالة عليه لقاة بوساهمينو وشوف شنقالة عليه لقاة روما مع دكتور سوحل لو تعرف والله بتقول رائق قول رائق والله العظيم في هلبة ناس ممكن عندها فلان احسن واحد في ناسي لحد الان عندها معمر قدا في احسن واحد من حقها الناس كل واحد بي رأيه لكن لما تقول انه مفيش كذا عليك لا انا اسف اني اني اتطريت اني الرد بصراحة لاني لا اقبل مرحلة عشناها بكل تفاصيلها ومش يوميا لحظيا وباذن الله ستخرج كل الشهادات باذن الله مكتوبة مطبوعة للاجيال القادمة